مرحبا بكم متابعي سباتشت في هذه الحلقة من برنامج وجهة نظر وضيف اليوم في هذا الحوار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد استاذ أمل أهلا وسهلا فيك معنا اليوم عبر سباتشت لنبدأ أولا من الانتخابات النيابية التي تعتبر نتيجها كانت كارسية على منطقة جزين تحديدا من المفترض أن كانت جزين هي من أسهل المعارك وبدل من أن تكون الأسهل كانت من أصعب المعارك على الطير الوطن الحر شو صار اليوم بجزين تحديدا لا أول شيء تصويرك لألا أنه من أسهل المعارك لا مش ضرورة تكون من أسهل المعارك لأنه طبيعة التحالفات اللي نحن رحنا لقالها بانتخابات منطقة جزين كان فيها شوية صعوبة لأنه كان في نوع من فيني اسمح لحالي أقول في نوع من رفض صيداوي بالتعاطي معنا نحن كتيار يعني فيه لأسباب متعددة ما بدي أنا أكود بتفاصيلها برديك للشيء اللي قاله لرئيس التيار لأنه هو يحكي عن هذا الموضوع عدة مرات كان بخلال لقاءه بجزين لما طلع عمل زيارة لجزين أو حتى بخلال المؤتمر الصحافي اللي عمله بعد الانتخابات نتيجة الانتخابات وبالمهرجان يلي كمان يلي صار يلي أعلنوا فيه يعني إذا بدك أسماء كل النواب اللي هني بيشعكلوا تكتل لبمان الأول كمان بنفس الشيء كان في عندك السناء الشيعي كمان ما عم بأي دي الطيار بقي الطيار لحاله وكل لياتنا نحن المعرفة إلى أي مدى صار فيه محاولات كتير كبيرة على صعيد لبنانك كل بمحاربة الطيار حتى كل نتيجة ما تكون نتيجة جيدة يعني هلأ بجزين عنده نكهة خاصة لعدة أسباب لأنه تعتبر حالي عونية أو منطقة عونية بامتياز ولكن جمعوا مثل أقولوا الأضاء بالطبع الطيار كل لياتهم مع بعضهم ولولا الحاصل الصداوي ما كان طلعت النتيجة مثل ما طلعت اليوم لأنه الحاصل الصداوي بلعب دور كتير كبير مثل ما عم نقول أنه جزين هي كان هواها طيار الوطني الحر وكانت عرينة طيار الوطني الحر صحيح بعضهم لحد هذه اللحظة هنه رقم واحد جمعي قديش أخدوه عدد أصوات القوات اللبنانية وعدد أصوات حتى الأشخاص اللي هنه يعتبروا حالهم مستقلين وقديش أخدوه ثلاث مرشحين طبع الطيار بعض الطيار رقم واحد شعبياً ولكن ما بيكفي أنه أنه أنوان الانتخاب الحالي نحنا عايشين فيه بيبدك حاصل نحنا ما قدرنا وصلنا للعتب الأساسية تتسمح لحدا مننا يعمل نايم ليش ما صار فيه تحالف بين مع السناء الشيعي في جزين بين ما صار فيه بمناطق أخرى مع الطيار الوطني الحر ليه سبب بسيط جداً وقلته أنا عدة مرات وواضح هو لأنه السناء الشيعي فيه عنده مرشح مسيحي أول سؤال أنا بطرح وكنت على حالي هل يطور الطيار الوطني الحر أو حتى أي حزب مسيحي آخر كان فيه عنده مرشح غير من المذهب طبعه والطيفي طبعه ليش نحنا ما نسمح للسناء الشيعي يكون فيه عنده مرشح وتحديداً ماروني لهذا السبب ما صار فيه اتفاق لأنه منعتبر نحنا أنه الأفضل يجي المرشح بأصوات المسيحيين اللي هو بده مسلهم هذا ما بيعني أنه الشيعة ما انه نجزء من قضاء جزين اللي هو عندهم تقلون الانتخابي وعندهم حضورهم حتى الاجتماعي والسياسي ولكن هذا أحد الأسباب الأساسية إذا بدأ يفسر وقول اليوم ربحت النائب غدا أيوب عن مقت كاتوليكي في الجزين اليوم هل القوات اللبنانية هي أوية لدرجة أنه اخترأت بهذا المقعد ولا الطيار الوطني الحر هو ضعيف وما أنه ما عرف يشتغل صح لهذه المعركة ما فيني يقول أنه الطيار الوطني الحر ضعيف وما أدري يشتغل طبيعة المعركة مثل ما أنت اللي كيها بالبداية طبيعة التحالفات هي اللي عطيت هذه النتيجة لو نحن لو لو قدر للطيار الوطني الحر أنه يكون في عنده حليف أوي بصيدة ممكن يكون كان الدكتور عبد الرحمن البزري أو حتى يوسف النائب أو حتى الجماعة الإسلامية اللي حكينا معهم ثلاثتهم نحن ما كنا مسكرين بابنا حتى مع الدكتور أسامة سعد حكينا مع الكل ولكن مثل ما قلت أنا بالبداية في أسباب جوهرية أساسية ما فيك تروحي تعملي تحالفات بصيدة وتكوني آطعة التواصل مع صيدة بشكل كامل يعني في حدا مسؤوعا هذا الموضوع قلتلك أنا ورئيس الطيار الوزير جبران باسي الحكي أنا ما بدي فوت بهذه التفاصيل حتى ما ندل مثل نقوله نلعب بالرميد خلي الموضوع صار ورانا بس حتى نطلع لقدامنا أهم شيء وحد بالمستقبل لا أنا بأكدلك أن الطيار منه ضعيف ولكن نتيجة عدم صحة التحالفات اللي قمنا فيها بصيدة أعطت هذه النتيجة ما بيعني أنه القوة دقوة من الطيار أبدا دائما النائب غدا أيوب تكرر في جميع إطلالاتها أنه هلأ في هذه الانتخابات وفي هذه الدورة تحديدا رجع قرار جزيين لألم بعد ما كان مسلوب طيلة سنوات طويلة حلوي هالكليشي سمعتها أنا مرتين ثلاثة بس أنا كمان رح كون واضح أقول أنه الساحة السياسية منطقة جزيين كل العالم موجودة فيها إن كان تيار وإن كان قوات أو حتى إن كان أشخاص غير منتمين إلى أحزاب حيديين ما فينا نعطيبها حتى قال لي ترجع السياديين إلى منطقة جزيين إنه كالسياسي هل نحن نعتبر حالنا نحن نحن كانوا طيار مش سياديين نحن غير هذا فيني أقول لك كليشي بالسياسي الاستهلاك محلي بعيد بالكامل عن الحقيقة والواقع المهم هلأ وصلوا تنشوف النتيجة إن شاء الله يطلع يطلع بإيدهم يعني يعملوا اللي هني عم بيحكوا فيه واللي عم بيحملوا المسؤولية على كل السنوات السابقة اللي كان فيها الطيار هو اللي عم بيشغل المراكز النيابية بالجزيين ليش الطيار ما بيتحمل المسؤولية كل واحد بيفوت بالعمل السياسي والشأن العام عليه مسؤولية شي طبيعي ما حدا بيهرب من المسؤولية أبدنا بالعكس ولكن إنه التصوير الواقع إنه هني لبنان أو جزيين كانت مرتهنة أو مخطوفة إجوا هني هلأ كسياديين خلينا ننظر للأيام الأدمة اللي جايه ونشوف ما أنا نجح نحسبهم على الكلام اللي قالوا يمكن هادي نشبة الانتصار الانتخابات اللي عملوها بس برأيي كل ما تقدم الوقت لقدام رح يطلعوا من هادي النشبة يروحوا لأمر للواقع بحد ذاته رح يفشلوا برأيك مش قصة أنا عم بيحكي إن شاء الله ما حدا بيفشل نحنا واجبيتنا كل ياتنا نتعاون مع بعضنا حتى ما نتأجزين بضل متل ما كانت متل ما نحنا كنا عم نشتغل فيها وراح نضل نشتغل فيها ما بيعني إذا خسرنا انتخابات نيابية رح نترك رح تضل حد أهل حتما هذا هذا أنا 2018 خسرت مععد نيابية بس شبقيت لبل زد النشاطة مع الناس لأسباب منتعددة لما تحس الدولة انسحبت بطل في عندك دولة بمعنى اجتماعيا ونقديا وبدك تكون حد أهلك شي طبيعي نحنا ما تركنا أنا شخصيا ما تركت هذا الموضوع ولا رح يتركه خارج أي التزام سياسي هذا شي أناعة شخصية عندي كيف تصف جزين من قبل لما كان فيها وجود للطيار الوطن الحر ولنواب في المنطقة وهلأ من دون وجود لهذا النواب لكن لما الطيار سنة 2009 أخذ ثلاث مقاعد نيابية كان جزين بأطعس الحالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسقفية والتربوية وكل شي بديك لأنه كانت منطقة منسية بسنة 82 كان فيه احتلال ببيئة ولسنة 2000 الاحتلال موجود بعد لألفان الدولة الدولة كانت غيبة سنة 2012 أو 2013 بعتقد كان حصة منطقة جزين 0.4% من حصة كل إنفاء الدولة اللبنانية بعد لألفان وتسعة نصرف ملايين الدولارات بقضاء جزين ملايين الدولارات لتحسين البناء التحتية لمواضيع العلاقة بالطرقات لمواضيع العلاقة بالمياه بالمجرير نعمل شغل كثير كبير على الصعيد السياحي على الصعيد الرياضي على الصعيد السقافي التربوي الإنمائي البلديات اتحاد البلديات واللي على رئيسه اليوم صديقنا خليه نحرفوش قام بيدور كثير كبير كثير كبير يلي بينكره ويكون عم ينكر وجوده وعم ينكر حاله حتى القوات اللبنانية اللي هي جزء من من بلديات الموجودة ومن بلديات جزئين ما فيها تنكر هذا الواقع ما هني جزء بها البلدية وعرفين الاتحاد والبلديات شو عم بيعملوا من كان إذا بدك الميظلة الطيار الوطن الحر وكل وزراء الطيار الوطن الحر هني اللي وصلوا على السلطة بهذه الفترة الزمنية كلها بالعكس استلمها كانت إلى حد ما ما بدي أقول مدمرة ولكن بعدها على حالة مثل مثل 82 استلمها هلأ الأشخاص النواب الآخرين حتما مش متل ما هني كانوا متوقعين بالعكس رحشوفهم كتير إشياء نعمل وهذا اللي نعمل ما فيه حدا يقول لا ما نعمل كيف رح يسلموها يرجعوا الدورة المقبلة أنا أتمنى يسلموها تكون حتى بأفضل حال نحنا ما بدنا ندل وقفين محلنا الجمود بحد زيته هو ووفاة وموت هل كان للخلاف بينكم بين النائب السبق زياد أسود سبب خسرتكم تنيناتكم ممكن يكون فيه سبب معين بس بدك بنهاية الأمر متما أنت قبل شوية المسئوليات النسبية التي تحمل المسئولية الكبيرة بهذا الموضوح ويعرف حاله والناس تعرف ما بعرف أنا ما بدي أحكي ناس تعرف ونتيجة الانتخابات أكبر أكبر برهان ليش أصررت اثنينتكم على الترشح مش قصة إصرار التيار الوطن الحر فيقلوا مصلح يكون في عنده مرشحين اثنين حتى الحالة العونية تكون موجودة بالتيار وكون موجود بشكل واضح أفرز الانتخابات بيّن مين اللي أخد النسبة الأكبر من أصوات التيار إذا بديك بمانطقة جزين ليش اليوم ما حدا انسحب لصالح الآخر يعني اليوم اللي أصوات تشتت بينك وبين النائب السابق زياد أسود ليش ما صار فيه انسحاب لمصلحة أطير الوطن الحر في المنطقة هيدا القرار أنا مثل ما بتعرف أنت أنا كنت بدي انسحب أنا ما بهمني بس أن أعمل نائب أنه يصير أنه سعادة نائب لكن تسعاد بالنسبة لا ما بتعنيني ممكن يكون أنا أحد أهلي وحد أولاد منطقتي حتى لو ما كنت نائب وذا بالسابق صار بتقليلي ليش لأن التيار الوطن الحر كحزب مش أول مرة عم برشيح شخصين على المقاعد المرونية بمنطقة جزين أخذ القرار ونحنا مشينا بهذا القرار كنت عارف أنه هيدا الانتخابات مش رح تكون مش رح تخدمك مش رح تكون لصالحك مش رح تفوز فيها اللي في نقلي كان لما أنت بتبقى رايحة على انتخابات وعارفي أنه الحلف اللي عندي كابي صيد حلف من وقوي ما ممكن يقدر يعطيك يحاصل شي طبيعي تتوقعي هيدا النتيجة طبيعي أنا اللي ما كنت متوقع إذا بدك بالحقيقة كمان أنه هذا الاستفاف الشيعي اللي وراء المرشح الأستاذ إبراهيم عزار اللي كمان سقط بهذه الدورة الانتخابية أنه ما ما كنت متوقع أنه كن في عندهم هذا الاستفاف الكامل يعني بحدود التسعين خمسة وتسعين بالمئة ما يعطوا لأحد الطيار ممكن كمان لسبب معين مين عم بقاصصه عم بقاصصه عم بقاصصه عم عم بقاصصه زياد أسود ولا الطيار والرأي حتى إذا كان في عندهم هني أصاص لأحد الأشخاص المرشحين بالنهاية الطيار يلي هو الخاسر بمنطقة الجزيم يعني خسر المععدين نيابية واضح يعني لم نشي عم ما طلعنا بخير ولم ما مع السنة طلعنا بخير أصواتنا هي الوحيدة اللي نزلت على الساحة بقلك أنا أوكي كان ممكن يكون في أصوات تطلع تصوت أكتر ولكن كمان في عندك مرشحين أخدوا من صحن الطيار مرشحين مستقلين يعني القويت قويت وفي حتى قويت ما ننسى التصويت الاغترابي أخدوا نسبة لبأس بها أكترية فيها 1300 صوت أعتقد غدا أخذت من الاغتراب يعني كمان نسبة لو يستهام بها أبدا إذا تشوف النسب الفروقات اللي صاريت بكفيك بس موضوع الاغتراب 1300 ساعتها من كنا بها بعضنا يعني إجمالا انتلاقل من هون أنا لما بياخد 5184 صوت من أصل 9400 يعني كأن اخد 59 بالمئة من الأصوات مرة الماضي كانت اخد 5000 من 13 و 400 نسبة كتير قليلة 37 38 بالمئة أنا متقدم كتير ولكن أكيد زملائي هني اللي تلاجعوا بتحديدا زياد لماذا أنت تقدمت كنت مع الناس كنت حد الناس مع الناس بكل الفترة 4 سنين الماضيين وخصوصي بالسنوات الصعبة اللي مرأوا فيها العالم كنت أنا حد نمع ولا مرة تركت المال الانتخابي لعبد دور فترة أبدا هذا الموضوع لك هذا حجة كل العالم تاخدها وهذا مع العلم أنه في مال انتخابي أنا بلليك شوني مال انتخابي حملة انتخابية مبدا مصاري تندفع أنا حصتي بالحملة الانتخابية طبعا الطيار دفعتها لاستفيد منها أمل واستفيد منها زياد واستفيد منها سليم خوري عم نحكي عن الانفاق الانتخابي عم بحكي عن الرشوة الانتخابية اللي بتم دفع عشيد الانتخابي لو بدنا نعمل رشوة انتخابية كنا يمكن قدرنا مثل مغيرنا اشترينا أصوات وعملنا نوية هذا موضوع خارج نطاق الحكي والبحث لأنه إذا بديك واحد تشتري ضمير وحتى يصوت لك مثل ما تشتري بيرجع ببيعك ليش هيدا الاتهامات اليوم كلها عم توجه صوبك انه من من النائب السابق زياد أسود انه بتجي اليوم بيجي حدا ملم بالعمل بيرجع بيجي حدا عنده بيجي رجل الأعمال وبيشتري كل الأصوات وبيشتري التعب اللي هو حط له لماذا أنا بسأل سؤال هو الاساس بكل العمل السياسي بما انت يجزين هو ابن الطيار الطيار هو الاساس مش الشخص نحنا نلعب أدوار معين ولكن السياسيات العامة برسم الطيار لو ما كان في العماد ميشيل عون بهديك الزمن مين كان من هن نقدر نعمل النواب يعني أنا بدي هون رد ما قولي لعماد عون قال لي أنا مثل ما واحد جبته فتحت له حساب بالبنك وعطيته مصاري حط بحساب إذا هو صرف وصفر الحساب شو زنبي أنا زياد أسود صفر حساب أنا ما هذه المقولة تنطبق على النقب زياد أسود ممكن هو يخسر على طول لماذا أنا على الإخسار مش عم بتهم الآخرين أنت كما أنا خسرت أبدا مقتني أنا بالإخسار هذا بالانتخاب يتفر يحب إخسار الشخص يلي عم بيحكي عنه إذا هو أنا شتريط وعم بيحكي عنه عن زملئ بالتيار أو بالحالة العونية نحن هاك هو هاك في احتقار العقول للناس وفي إذا مددك نوع تبسيط للأمور لا أروح يفرشوا على الأسباب الرئاسية اللي خليتوا يتراجعوا هالتراجع الكبير هذا قبل ما يحكوا بالموضوع المادي أسهل شي تحكي بالموضوع المادي أنا بحكي بالموضوع الانتخابي على صعيد الحملة اللي قيمت فيها القوات اللبنانية الإعلامية والإعلانية هنيك بس بتروحي على محل التاني حتى لو صار في دافع مصاري كل لبنان صار في دافع مصاري اليوم إذا بدي أحكي النائب زياد أسود ليش تراجعت شعبيته به جزين سأليه لأله أنا شغلتي أعرف لماذا تراجعت شعبيته براهيم عزار مسيحيا كمان هل لأنه النائب باسيل ورئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كانوا دعمينك أنت وبفضلك أنت على النائب زياد أسود مش بس ضروري هذا الشي ولكن بترضي أنه هذا الشي كان صحيح شو السبب طبعه في شي بلا سبب ما بتعرف السبب أنا السبب بعرفه العالم تعرفه ما فيه زيادة بيعرفه وجبران باسيل قاله عدة مرات مش أنه مخبيه فيه سبب واضح ما انقصد أنه اليوم فيه خوانا خان خانة الطيار ما هيدا عندك تسألي الوزير باسيل أنا ماني عارب عن شو حلقة هذا أنا بزياد أسود حقيقة ما فيني فيديك بهذا الموضوع ما بيعنيني إذا كان عم بيعني لهو أو لا أنا بيعنيني شغلي وحدة خلصنا الانتخابات يوم الأحد يوم التنين رح نضل بنفس الوطيرة مع أهلنا حد أهلنا نشتغل بالعمل السياسي تنرجع عم برهن لكل الناس أنه نحن مش إذا خسرنا بنبرم ظهرنا منفل نحن موجودين ما حدا فيه الغنى وما حدا أكبر من حاله أكبر من الحالي تبعيته من العالم العيش وإياها وما حدا أكبر من حزبه الحزب هو الأساس مش الشخص مش رح تخرج تسلك طريق أسلافك مثل معامله وتخرج من تكتبه حطما لا لو بدي أعملها كنت عملتها قبل من أربع ستين كان فيني أعمل ليه ليش بدي أعملها أنا ما برمي حجرة بالبير معروف عني أنا معروف عني أبدا شو قصة الأوتال يلي تكلموا عنه الأوتال الشهير في جزين يلي كان عم عم بصير فيه عملية شراء الأصوات ما بسمع منك أبو مرة صدق ما معي خبر تكلم أنه أب زياد أسود بي أحدى مقابلاته بي لما كان قاعد مطرحك أنه في أوتال كان عم يشترا فيه الأصوات ما رح رد على هيك سخفات وتفهات بس ما بسمح لحالي أقول هالكلمات هادي ما بردعك شغلت أنا لو سمحت هذا الموضوع نسيه كيف هلأ العلاقة أم شو العلاقة شو نعم العلاقة اللي بتركتك بينك وبين زياد أسود ماشي ما في علاقة أبدا انتهت الانتخابات رح يضل في خلافات بيناتكم ولا خالص بطل في شي تتخينه ولا مقاعد نسي الخلافات مش ضروري أنه أنا يكون هو حبيبي وعيني وهو أنا أنا نفس الشي بالنسبة لأله اتنانيتنا منضويين تحت حزب واحد كنا مرشحين وأنا قلت ببيان العودة أنه أنا بنسى كل الإساءات اللي صارت وعم بتطلع لها قدام من حط كتفنا على كتف الناس كالية تريد أن نشتغل سوى هو ما تجاوب شغلته منا شغلت يعني كنت دايما تقول أنه كل شي بتعمله هو لمصلحة الطائر الوطن طبعا هل خلافك اليوم مع النائب السابق زياد أسود يعني ما أساء لمصلحة الطائر الوطن الحري مش خلافه هو معي بتكتشوفه مين اللي بدأ الخلافه شو الأسباب شو أسباب الخلاف ما بحق شقالي لأله ما تسألين لأله ما أنت كان أنت عم تقليلي كان عندي كون مرت الماضي أنا بهذا الموضوع سدقني إذا أنت لك بقى اللي بيقلك أنه هذا الخلاف لازم يضل ضمن الإطار الحزبي ما يطلع لبرا تسألي مين اللي طلعوا لبرا شو الأسباب بالماضي عم بيحكي أنا مش هلأ عم بيحكي من 2017 لليوم مسيرة بلشت بدل 2017 لليوم أنا بالنسبة لأله هذا الموضوع ما بقى يعنينين نهائيا ما برد على كل الإساءات يلي صار صار نتيجة فعلية لازم هو الإنسان يلي بيعرف حاله أنه غلطي خيسب حاله إذا بهمه الوضع العام والشأن العام بهمه الحزب طبعه بهمه حالي السياسية بالمنطقة اللي هو بنتمي لأله يروحي يشوف كيف بدل يصلح الأخطاء اللي عاملها ما جرب حدا يصالحكن مع بعض مش مهم السوق أنه حدا يجرب قصة مبدأ بالنسبة لأله ما ممكن هذا موضوع ما ممكن رح يدلسي في خلاف ما ممكن ترجعه أكيد أنا على صعيد شخصي حتى لو كان لمصلحة الطيار أنا بعتبر مصلحة الطيار أنا عندي مفهوم تاني لألمصلحة الطيار بمنطقة الجزين يمكن أنا أكون على خطأ أو على الصح بنهاية الأمر بهمني النتيجة اللي صارت الطيار واضح كان بنتيجة التصويت طبعيته مين اللي بيفضل بجزين أبا عبدية ترد على اتهام واحد هل فعلا أنت رجل بسير لدى المصارف مثل ما عم نقرأ دايما بيكتب عنك يتهم يتهم بهذه التهمة هاي دي تهمة جديدة يا ما فيه اتهامات باطلة قالت قبل ما قلتلك من 2017 فيه كم هائل من الاتهامات حتى دي ما قالوا أنه أنه جبران بسير بسافر بطيارتي جبران بسير عندي بالبيت بلندن واخبار قصص هاي دي قلتلك قصص سخيفة تفهمت الأصحاب اللي بتطلع منهم هايك كلمات لأنه يلي بكون ما عنده سقة بحاله وما عنده سقة حتى بالكيان طبعه بوجوده همشو أنه يكب أخبار كيزبي على الطرف التاني يأما هو مش قادر يكون مثله لهذا الطرف التاني مع احترامي لكل الناس يعني بعدين أنا صفة رجل الأعمال عطول بشوفها كأنه شي غلط نانا وين غلط يشوفيلي بالعالم كله رئيس أمريكا كان جمنان رؤساء الأمريكا اللي اليوم بالليوم بالمجلس النيابي أو حتى ببعض النواب واللي عمل رؤساء حكومات إنه إذا واحد عمل رجل أعمال يجاي من عرق جبين ومنه سيري ومنه ناهب ومنه عمل شي خارج إطار الأنون صار هو غلط يعني وهن الصح اللي عم بتهمو ما علوش هايدي إساءات وهيدي إستفاهات وسخفات وهيدي قلة عقل بسموها شو رأيك بالمجلس الجديد وبنتاجة لأفراد ذات الانتخابات بالنهاية هايدي المجلس اللي صار اليوم مثل ما أنت فيه فيه تعدد أراء فيه منه ما فيه أكترية وحدة بالأساسا ما كان فيه أكتريات وحدة بكل المجالي السينيابي اليوم ولكن فيه هذا المزيك جديد نعكس يعني هو انعكاس لرأي الناس اللي راح تسوق إن شاء الله هذا المجلس يكون يعني على على أد أمال وطموحات الناس اللي هي كانت تتمنها لأنه فيه كتير أمور بحاجة لمعالجة بالإدمان ولكن روما من فوق غير روما من تحت هذا أنا بدي أقوله لكل الناس اللي أجوا على المجلس نيابي جديد ما لازم ييقسوا إذا شايفوا الأمور مش مهنة كانوا عم بشوفوها من الخالج بس يفوتوا على المطبخ الداخل لأن الموضوع مش بس بالأشخاص الموضوع بالنظام كنظام نظام السياسي باللدنان مركب بشكل كتير صعب إنك تقدر تحلح لي ولكن على المرء أن يسعى أنا بالفترة الزمنية الأسيرة اللي عطا كنت عم بسعى كأنكي جزء من تكتول إن شاء الله هني كمان يقدروا يتوصلوا بالتعاور مع اللي عندهم إرادة حقيقية للتغيير يلي التيار هو أساسي فيها يحطوا يقدون مع بعضهم ما يكون في عندهم نظرة مسبقة وخلفيات مسبقة كل مجموعة سياسية عندها فكرة يلي ممكن تنقل البلد إلى مكان أفضل ومن واجباتهم إنه يروحوا يتفقوا هني وياها ما يقولوا إنه هذا جزء من النظام السيبي طب أنا وين بدي أشتغل لكين إذا بدي إلغي النص إذا بدي لطموحات الناس بدنا وائعية شو المهم المطلوبة من مجلس الجديد ومن يواب الجدد في كتير إشية مطلوبة كلها على سلم الأولويات عندك بالدرجة وقوانين إصلاحية إضافية أساسية اللي عم بيطالب فيها الصندوق النقد الدولي كل المجتمع الدولي ونحنا كل لبنانيين بيحقلنا نطالب فيها وقلنا شعب عم بيطالب فيها عندك التحقيق الجنائي أنا نسرق مصرياتي ونسرق مصرياتك ومصريات النيز من المسؤول ما لي حق حدد من المسؤول حتى يمكن من يمكن بنهاية الأمر ما يقدر حاكم بفهم التركيب اللبناني بحاجة زيتها بس بدي إطار معين حتى أمشي حتى ما أرجع وقع بنفس المشكل بالمستقبل هادي هذا النصب والسرقة الموصوف اللي نعمل للجيوب العالم كابيت الكنترول اللي احنا اليوم بعد ما عملناه وقوانين إصلاحية يروح يتقلق نظام داخلي لمدلس الوزراء نظام حتى الداخلي لمدلس النيابي قلية العمل بالمدلس النيابي التصويت بالمدلس النيابي كيف تنحط للأوانين كيف تدرس للأوانين كيف تنترح ورشة عمل بكل الوزرات لبنان لبنان تراجع كل الدول المحيطة فينا أحسن فينا أحسن من نصاري لبنان تراجع كتير في أمل يرجع يزاد لبنان ويررع يتقدم؟ كل سقوط فيه مبيله نهوض ولكن حتى يكون فيه عندك نهوض بدك إرادة بدك إرادة وأناعة ونشتغل ضمن استراتيجية واضحة المعالم اقتصادية سياسية اقتصادية واضحة مالية واضحة ونأدية واضحة تغيير السلطات النأدية بالبلد للزهنية التعاطية مش انه هاي الوزارة اللي قالي انا ما بتخلى عنها لان انا بدي كون جزء من هذا النظام البلد حطت لي وزارة خصوصي وزارة المال انه لطيفي الشعية انه انا والله وغير مؤهل شو بعمل يعني بس حتى امضي حتى التوقيع تبعي بتجهل كل حقوق الناس وكل مصالح الناس وبس لاني انا شيع بدي كون هون او لانا ماروني بدي كون بوزارة الخارجية او باي وزارة اخرى اسمها الداخلية للسنة عايب نحنا صرنا بمكان البلد كل ياته نهار لبنانية عم بيهاجروا لبنانية عم بيكفروا لبنانية ما بقى عنده الإيمان بشي لازم نترك الامل موجود وهذا الامل بدي كون ببني على اسس سابته اسس سابته بدي تكون منطقية ونروح فعليا للدولة المدنية ولا شو عم نعمل لشو ما ننظل يعدين هون لكين اذا القوات اللبنانية طلبت بوزارة الطاقة بتعطوها بيعطيها هالتيار وطن الحر اذا في عندهم سياسي واضحة بهني الوقات اللبنانية عم تعترض على كل السياسيات الماضية علما انهم بالمجلس النيابي اللي هني كانوا موجودين فيه وافقوا على الانون طبع شركة طبع الكهرباء ولما كانوا بمجلس الوزارة وافقوا على الخطة بتاني مصوتين عليها شو اللي شو اللي عدم بدا بعدين اليوم فيه شعار رفعوا قبل الانتخابات ولو نحنا قدرين نجيب الكهرباء الحكي كتير حلو ولكن اذا بديك تروحي انت تنفذ السياسي اللي انعملت اول سؤال بسألكي انا ليش تعرقلت السياسي اللي كانت القوات جزء منها وغيرها طب انا اذا كانت عضو مجلس مجلس الوزارة ومجلس الوزارة مجتمعا وافق على السياسة ومجلس انه واب صوت على مشروع على الانون طب انا جزء من اثنان هل يا ترى التصويت مش التصويت العرقلي اللي صارت بالكيدية السياسية كلنا منعرف نتذكر تمانه واربع عشر مش لانه التيار بدو يجيب الكهرباء للباترون او لعن جبران باسين بتحديدا رحنا بالكيدية السياسية عطمنا لبنان ككل من المستفيد بعض الاشخاص اللينا عم بيستفيدوا بالكارتال اللي فيو الأويل البترون القوية اللبنانية مؤهلة لاستلام وزارة سيادية مثل وزارة الطاقة ادرا تجيب الكهرباء باختصار القوات اللبنانية تتوقف القصة على على الالية العمل بده تنحط اذا بده تنحط بده تنفذ نفس السياسي اللي محتوطة اهلا وشهلا فيهم لاش لا السياسي محتوطة مش انه كل وزير بيجي بيغير ما مشكلتك انتو النظام او الحكم هو استمرار نحنا باللبنان بيجي الوزير بده يخترع شي جديد والوزارة باللبنان قده بتضاين سنة سنة ونص بحد اقصى إلنا حق نحنا كل سنة نص نغير نجرب بغيرنا يعني والخطة اللي كانوا عم بيحكوا عنا بالماضي الموتورات شي واليوم والخطة بالمصانع شي تاني معلاش بده ياخدوا ياخد الناس واحد على قد عقله على زكانه ما ياخدونا بالاعتباطية تبعيتنا في دراسة محطوطة في خطة محطوطة انا وفقت عليها اول مرة وفقت عليها تاني مرة باعترض على بعض اللي يمكن الامور بمجرى العمل ايه بس ما بلغي الخطة بالكامل بوقفها وبعد نقول انا ولا فيني اعمل هني او غيرهم قواة او حتى غير القواة انا يمكن بقول ما بدي يتمسك بالطاقة لو انا مسؤول خدوة مفتكريتن انه نحنا في عنا مكسب فيها خدوة برك لا يلغطوا شي فساد معين مع هذه الوزارة ما بيقبلوا يسلموها لحدا مهمة مشكلتك انه قديش نحكى بموضوع الفساد بموضوع الكهرباء في شي حدا تقدم بإثبات معين وراء على المحكمة فيه قدنا بدك فيني اتهمك انا انا هايدي مشكلتي مع الناس انه بيتهموا بدون اي اثبات فيني انا هلا اقول هلا اليوم انا يقعد انا ويك اعمل لك اتهم رح اشتك عليك هل صار شي حقيقة فرق حتى تصير القصة حقيقية بده شي قضائي اثبات ويطلع حكم قضائي من هاللحظة الاتهام او الاخبار للحظة اثبات الحقيقة اذا كان صح او ولد عندك هايدي الفترة العالم تروح بالهوس انه يا با وان مدري شو فيه حكي ادنا بدك في حكي اذا بدك احكي شوي عن البخرة اللي وصلت لتبلش تنقب بحق الكاريش اليوم هذي المنطقة هي منطقة متنازع عليها صحيح كيف كيف رح يباليش تنقب بمنطقة ليش الرئيس عنواء بيمضي المرسوم يلي بيحفظ حقوق اللبنانيين النفطية والخط 29 سؤالك لحقلك انا بشكل واضح لانه يعطيق عندي شوية معلومات بهذا الموضوع اطلاق من الجهها يعني من الجانب الروسي انه كمان تعنيه لانه فيه شركات روسية بهمها تنائب عن البتروهني اي منطقة متنازع عليها بكون فيه خوف من الشركات تشتغل فيها سنة 2013 2013 العالم ما لازم ترسى لبنان كان مقتنع انه الخط 23 هو الحق طبعه على الخط 23 أول واحد قال بهذاك الزمن 2013 انطبهوا يا جماعة حق لبنان انه ما يخليون لهذا الناس يعني ينقبوا عن بكاريش اذا نحنا ما عمل نقبة من حق الانه من قال جبران باسيل قال في بلشت اسرائيل بسنة 2013 تشتغل بمنطقة كريش والحكومة اللبنانية غيبة عن الوعي والحكومات اللبنانية غيبة عن الوعي كمان مرة جبران باسيل يعمل مؤتمر صحفي ويذكر يا جماعة اللي يصير في شي مش مظبوط بس العالم تنسى كان وزير طاقة الزمن مغلط بهذاك الفترة انه اللي يصير بالجانب الاسرائيلي هو بداية التنقيب لانه انتو معترفين بالخط 23 وهذا الخط لا يجوز اعترف فيه بتقليلي بروح على الخط 29 طب بعد هو معتبد كخط تفاوضي ما انه خط نهائي حتى يمضي المرسوم بده القرار من مدلس الوزراء رئيس الحكومة في طلع اراد من مدلس الوزراء بهذا الموضوع ليه بدنا نحط الملامي على رئيس الجمهورية نعمل كتاب للأمم المتحدة منه كافي خليها الحكومة تجتمع مجتمعتا وتاخد القرار انه نحن بدنا نحتفظ بالنمس على الاطار طبعا للخط 29 حتى ساعة اللبنان يعطي خط 29 بس هاي هاي مزايدات بالسياسة اليوم صارت الباخرة موجودة هونيك في امكانية يصير فيها حرب على شغلي مثل هاي لانه انا لدي سبت حقي بدي مكسب بدي شيء آلي بايدي انت كدولة بالزمان اخدي موافقة على الخط 23 وهلا في عنتك الخط 29 عم تقول انا بدي فاوض عليه عطيني اي مكسب قانوني مرسوم او موافقة من الحكومة تقطلع فيها للأمم المتحدة وجمد اي عمل اسرائيلي يمكن هلأ اللي عم بصير يكون في مبادرة امريكية عن جد تحس امريكا انه فعليا دورها سنجاه واساسي حتى ترجع تكفي التفاوت عمل من الاتفاق بين لبنان والاسرائيل بهذا موضوع الحدود البحرية بوسط الحكومة الامريكية البعض يفسر ويقول انه الرئيس وبين الامريكان بتعرف لا كرمال ييمو العقوبات عن النائب جبران باسيل انت برأيك انه هلأ كمواطني اللبنية بتاعت انه ميشيل عام بده يضحي بكل المكتسبات والحقوق اللبنانية كرمال العقوبات تبعيد جبران باسيل في الا مسار قانون العقوبات على جبران باسيل مثل ما انحطت بتنشال في الا مسار معين خارج نطاق هذا هذا كمان من فيني يقلك معلاش حتى ضمن الكيدية السياسية والتسخيف السياسي والإعلامية اللي موجه ضد جبران باسيل ضد رئيس الجمهورية حرام مش مصلحة باسيل ابدا مصلحة انا بفكر مصلحة لبنان انتبهي حتى العماد عمه بفكر الا بمصلحة لبنان بهذا الموضوع سروي نفطية غازية موجودة مش مسموح لإسرائيل تبلش الا ما انا اكون في عندي الحق التنقيب انا وياها بشكل مباشر بالقبار الموجودة عندي بالجنوب هذا هو الهدف الاساسي لازم نحن نشتغل عليه بش نزيد نقول انه العماد عمه مبدو كرميل جبران باسيل بالعكس وين الاسبات بهذا الموضوع بالاساس تهمي من التهم فعليا هيك في الختام كيف ترى المشهد اللي ناطر اللبنانيين والسيناريو اللي ناطرهم بعد الانتخابات انا برأي المشهد اللبناني يعني بعضنا بعنق الزجاجة ما برأي انه الامور رح تروح للحل بالوقت القريب جدا لانه لبنان يرتبط بالواقع الاقليمي بشكل كتير كبير بعضه بالاقليم كلياته بدءا من سوريا تتروح للقضية الفلسطينية شو عم بصير تتروح تتشوف بالعراق كيف تنحل الامور كمان باليمن بالخلاف السعود اليمني او الايراني حول اليمن اتفاق النووي نحن جزء من هذه المسيرة الكبيرة ولكن في مسئولية خاصة علينا كالبنانيين بمواضيع داخلية مسئوليتنا المباشرة انه نحن منضل ناطرين شو بدءا يصير بالمنطقة لانه اذا ما دنا مهيقين حالنا بحلول وائعية للمشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية وهذا النظام السياسي نحن عايشين فيه ما فكرنا فيه بمستقبلنا مستقبل ولادنا ولاد ولادنا اي حل بصير بالمنطقة بدءا يصير على الحساب لبنان لازم نكون في عنا توافق واتفاق داخلي تحتى الحل ما يجي على حسابنا بالحد الأدنى نكون منتفقين ان شاء الله هالماليس النيابي والحكومي اللي ممكن تطلع منه يكون في عندنا هدف براسة استراتيجي واضح تحط لبنان على مصار قبول بأقل أضرار ممكنة شو بدء يصير من تطورات بالمنطقة وانعكاسة على لبنان النائب السابق أبو زايد شكرا لحضورك معنا متابعي شكرا لحزن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحزن المتابعة